قال مصدراني بالحكومة الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عقد اجتماعا مع وزرائه لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجتل ولقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حطفهم في اجتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين منذ أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي قانون الجنسية الذي يقول معارضوه أنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويقود الدستور العلماني للبلاد موسيقى